بقت طبعاً صور بقت طبعاً بتزين كده مواقع التواصل الاجتماعي صور العسكريين كانوا في الخدمة العسكرية قدتهموا بمشاركتهم في محاولة انقلاب وقتيدوا بهذا الشكل وده أبرز الأشكال احتراماً شفناها لو حضراتكم شفتم مواقع التواصل الاجتماعي والصور الأخرى اللي بيتم تشيرها لناس طبعاً احنا بدنا ان احنا نعرضها ناس منزوعة ملابسها ناس بيعني تلقت طبعاً اللي في النص ده كان اللي هو رئيس القوات الجوية جنرال أكين أستورك اللي قيل ان هو طبعاً زعيم الانقلاب وعلى هذا المنوال تسير تركيا تسير في ماذا في عملية اعتقال بيبدو بنقصين ان هي عملية الغلبة فيها انها عملية اعتقال بتبدو عشوائية لانه لو شك فيه ربع في المية بيجيبوه أرقام بيبالغ فيها ما بين ستة الاف والاف العسكريين ما بين قضاء بشكل كبير جداً طبعاً وحالات وفاكة متعددة من ضمنهم عسكريين بيقولوا بقى ان الناس هم اللي ضربوهم أو يعني موتوهم بشكل ما يعني كان احد الاشكال البشعة لكن الغلبة طبعاً انه معروف دول تبع مين أو انصار مين أو بيتبعوا مين أو بيمثلوا مين أو متعينين من مين يعني الى اخيره طيب اللي احنا بشايفينه ده دي عملية تفتيش عملية تفتيش بتجريها القوات التركية في يعني دي صور اللي كانت في قاعدة انجريك في ولاد قضنى جنوبي البلاد وللعلم طبعاً منطقة انجريك دي فيها طبعاً القاعدة الامريكية الموجودة في تركيا موجودة في هذه المنطقة في جنوب تركيا طيب الجديد كمان طبعاً مع هذا الانتشار الكثيف لقوة الامن وعمليات الاعتقال والمحاكمات السريعة واللي بتتم الامر المتحدة دعت دخول مراقبين مستقلين او منظمات غير حكومية في اماكن الاعتقال او للمشاهدة ليه قلت لحضراتكم انه مشكلة الاعدام في تركيا احنا عارفين انتحاد الوروبي موضوع الاعدام عنده مش موجود فهنا في معضلة انه هو المفترض اعادة عقوبة الاعدام ستكون خرق لتركيا في الاتحاد الاوروبي في يعني نقدر نقول في قانوحه الانسان الدولي وخطوة في اتجاه الخاطئ اتجاه الاتحاد الاوروبي لانه تركيا حلمها انها تعمل تذهب الاتحاد الاوروبي تكون عضو في الاتحاد الاوروبي وعشان كده عملت كل اللي عملته من نهضة وبنيه اساسية الى اخيره وطبعا غيرت كتير جدا في قوانينها الداخلية لكن اعادة طبعا على سيرة المحاكمات والتشهير بيهم وطبعا موضوع اعتقال القضاء فان القضاء ما يشتغلوش في مضلة عادلة بينتبهم هواجس الخوف والتهديدات فبالتالي مش يكون فيه امور عادلة في البلد عمليات الاعتقالات والمحاكمات والوصول الى الاعدامات برضو انتهاك لهو الانسان الى ان تصل الى موضوع الاعدام فهنا اتجاه لي يرجع كده عشر خطوات اللي كان بيحرزوا ان يتقدم فيه عشان يروح لي الاتحاد الاوروبي ذكرت الوكالة طبعا ان المعتقالين رسميا حتى الان بينهم قائد القوات الجوية السابق قائد جنرال اكين اوستورك اللي كان بيزعم ان هو قائد محاولة الانقلاب في يوم طبعا يوم الخمسة يوليو والجنرال ادم حدود وقائد الجيش التاني التوركي المسؤول عن مواجهة اي اتهدات محتملة على تركيا من سوريا وايران والعراق طبعا هتظل التركيا في هذا الصراع عايز اقول بس مبارح كان هناك كلمة مهمة جدا لي روبرت فسك اللي هو الكاتب البريطاني الشعير جدا اللي بيكتب فيه جريدة الاندبندنت البريطانية وهذا الرجل معروف عنه اهتمامه الشرق الاوسط بشكل كبير جدا فيطلق عليه في بعض الاحيان عرب الشرق الاوسط يعني عرب الشرق الاوسط في قراءته الاحداث وفهمها وتوقعاته اللي بتبدو الى حد كبير سديدة وصحيحة في مدولاتها على الواقع على الارض اللي توقع روبرت فسك بالامس توقع انه سيكون هناك انقلابا عسكريا جديدا في تركيا اطلق عليه انقلابا ناجحا خلال مدة شهر وقال انه التاريخ التركي يقول لنا ذلك يقول حينما يكون هناك انقلابا معناته اه وفشل هذا انقلاب يتبع انقلاب اخر ناجح ان حالة النظر نقول حالة عدم الاستقرار وفكري يعني ما يحدثه اللي بيحدث دلوقتي نظرية التخوين المستمرة هي المسيطرة على الساحة نائب رئيس الوزراء التركي بيقول نجري اجراءات قانونية بحق 9222 شخص على 9322 شخص على عقب محاولة انقلاب قال نائب رئيس الوزراء التركي نجري اجراءات قانونية يتم اجراءات قانونية بحق 9322 شخص على محاولة الانقلاب طبعا كلمة اجراءات قانونية واضحا طبعا اجراءات قانونية القانون يتخذ مجراء القانون هيقول كذا اعمل كذا القانون هيقول كذا موت اعتقل اقامة كبرية بيعني موت ايه لاخره فعني هي كلمة في اتفاضة اجراءات قانونية بالطبع يعني مسيرة القانون هيلي بتسود في كل احوال ولكن امور كانت واضحة الانتحاد الاوروبي كان واضح الاول المتحدة كانت واضحة انه انت لما تعمل اعدام فمعنايته ان انت بتبعد عن الخطوات الانتحاد الاوروبي غير كده الاول المتحدة قالت احنا عايزين يكون فيه مشاركات من منظمات او ممكن تكون منظمات دولية مثلا تحت مضالة الانتحادة او منظمات اه غير حكومية بتشارك لعملات التفتيش لعملات الاعتقال لعملات التحقيق اللي بتتم اه يعني اعتقد انه تركيا خرجت من مأزق داخلي اه الى فتحت باب لمأزق دولي عليها انها تثبت امام الجميع انه الشفافية والوضوح في المحاكمات اذا كانت ترغب في ان تظل ذات الصور او ترسم لها صورة حقوقية انسانية واضحة اه للجميع ولكن اه في بعض الاحيان ب بصيغة القانون قد تنفذ امور او تطبق معايير خاصة في اوقات اه زي اوقات الحرب زي اوقات الانقلابات زي اوقات اه التعرض لخطر اه فدي امور يعني اه يعني هتفضل كده في اه يعني سجال ما بين تركيا لان تركيا الان تعيش وضع غير مستقر وضع اه قلق وضع حتى هنعكس عليها وهي الابتقشات تركيا في المستقبل هنعكس على الوضع الاقتصادي ونتائج اللي كانت حققتها في ست سبع سنوات الماضيين واصبحت اه امام شبح اه تهديد بعدم الاستقرار وبالتالي عدم الاستقرار هو اندخل من الباب بيهرب الاقتصاد و اه الثروة بيهرب من الشباك فبالتالي اه مش هيكون اه يعني الحسم فيها هيفضل لفترة طولة جدا الا اذا يعني صدقت بعض التوقعات فانه ال ربما يكون الاحتقان المستمر اه يؤدي الى انقلابا اخرا اه ناجحا هذه المرة داخل اه تركيا ويطيح بهذه المؤسسة وضع معيير اه جديدة لابعدة الحكم وعلى كل اذا كنا نتحدث عن تركيا فنحن نتحدث عن التاريخ التركي الذي يقول ان الجيش اه يظل معادلة اساسية ورقم لا يمكن تفادي في عملية المعادلة اساسية والحكم في اه تركيا معادلة هي موجودة وليست ظاهرة امام العلن يعني موجودة في الساحة امام الجميع ولكن معادلة موجودة في الداخل التركي وطبعا يعني تركيا حسب الدستور علماني ولكن من تاني بند او تالت بند الجيش هو يحق ليه حماية الدولة وحماية العلمانية والشعب والدولة الى اخره فبالتالي معادلة الجيش هتظل وعمليات الاعتقال الكثيرة والكثيفة والمصطلح اللي استخدمه اردوجن بشكل فج وهو تنقية ويعني تنظيف الجيش او تنقية الجيش نقطة محورية اصحاب الرتب على اختلاف اوطانهم بيعتبروا هذه الامور خطوط حمرة وهو التشكيك في يعني قدرة المواطن او التشكيك في وطنية من يحمل الزي العسكري لأي دولة اي دولة اي حد بينتهك وطنية الجندي او بيشك في نزهتها بيعتبر خطوط حمرة فهتظل تركيا في هذا السجال عمليات اعتقال عمليات محاكمات سريعة اكيد لازم تركيا تكون في هذا المأزق عشان تقول انا بعمل بتاخذ اجراءات قانونية لازم تقول كده ولكن هيظل الاختبار والمحاك الدولي هو المعيار هل هذه الاختبارات هتكون قانونية بالمعايير الدولية قانونية بالمعايير التي تتوافق معهو الانسان ولا هتظل مخفية عن الجميع خاصة ان من ضمن على فكرة من ضمن الاخطاء اللي ظهرت تركيا بهذا الشكل انها عرضت للاعلام صور من اعتقلوا عرضت للاعلام صور من اعتقلوا على الها يعني عرضت صورهم زي قائد القوات الجوية قائد الجيش التاني عدد من الضباط والعسكريين من رتب العسكرية عرضتهم للاعلام وصورتهم هما طبعا بيقتادوا او مقيدين او من العسكرين فبالتالي هيفضل يظل صورتهم امام العالم انه يحب يشوفهم بعد كده او يشوفوا ازاي يعني حوكموا او اعتقلوا او تم التعامل معهم ازاي طيب كمان الرئيس الوزراء التركي يلدريم تعهد باستقصال حركة ادعاية ديني فتح الله جولن اللي يعني تم الاتهام وتوجيد الاتهام للرئيسي في الانقلاب الفاشل ويلدريم قال امام البرلمان ان بلاده سوف يعني تكتس حركة جولن من جزورها حتى يعني لا تخون الشعب التركي مجددا ابدا والكلام ده كان ابا من البرلمان وعد يلدريم كمان بتزويد السلطات الامريكية بادلة تودين جولن اللي نفع اي علم له واي صلة بمحاولة انقلاب بل وايه ده كمان شكك وقال ايه ده مستبعدش اردوجان هو اللي عمل كده يلدريم قال ان السلطات هترد بقوة على اي انشطة اجرامية اخرى عقب محاولة انقلام الفشلة ودعا الامان خطر استغلال البعض الاوضاع في تركيا وقال في ذات الوقت لا يجب الانجرار الى الاسترزازات ولا احتكام الى القانون متوعدا بتوقيع اقصى العقوبات على المتورطين في محاولة انقلاب اللي وصفها بالاكثر خسة بين الانقلابات هو في انقلاب خسة وفي انقلاب نص خسة وفي انقلاب نص نص اردوجان طبعا اتكلم وقال وعد انه كمان هيكون فيه تعديل دستوري هيجرى من خلال اعادة العمل بعقوبة الاعدام وهو ما اثار انتقادات دولية واسعة وطبعا من جهة اخرى بدأ الادعاء العام التركي حمل التفتيش واسعة في مقر الجيش في منطقة انجليك في ولاية اضنى جنوب البلاد وفي طبعا كل ده بعد محاولة الانقلاب لكن يبقى موضوع الاعتقالات وعمليات التفتيش المستمرة والبحث عن يعني انقلابيين هتبقى مستمرة زي ما بيطلق عليهم الاعلام التركي ووصفها بالخصة وموضوع التعديل دستوري بعملية الاعدام